استغاثة من كاركوك حذرت زراعة كاركوك من تلف أكثر من 400 ألف طن ذرة صفراء لعدم وجود التخصيصات المالية لاستلامها من المزارعين صراحة كان إنه سعي كبير جدا صدرنا قرار في المجلس الوزاري للاقتصاد يوم أمس باستلام هذا الكمية 500 ألف طن واليوم أيضا عرضناها في مجلس الوزراء وكان للأخوة في مجلس الوزراء حقيقة وقوف معانا كوزارة الزراعة ولا سيما السيد رئيس الوزراء وتم تخصيص مبلغ لشراء هذه الكمية أذن رح تنسح بهم وسنباشر إن شاء الله من حب نطمن أهلنا في كاركوك وفي صلاح الدين وفي الموصل لأن عندنا كمية كبيرة جدا ونقشى أن تتعرض إلى تلف نتيجة الأمطار في هذه المناطق طيب تحدثت نفس الجلسة عن تخلص من الديون المتراكمة تقصد ديون للفلاحين نعم كان عندنا ديون كثيرة للفلاحين والمزارعين نتيجة السنوات الماضية نعم من فضل الله تعالى في عدة قرارات في مجلس الوزراء استصدرنا قرارات بتعويضات الفلاحين للأمطار لمحافظات سبع محافظات عراقية وكانت كل الجداول التي تضمنها حصلت في عام 2018 أمطار كثيرة وكثير من المحاصيل غرقت كانت متعطلة صراحة تخصيصات مالتهم الآن ضمنت في موازنة 2023 يعني في هذه السنة إن شاء الله ستصرف التعويضات للمستحقات 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 للفلاحين والمزارعين أيضا متأخرة للأعوام الماضية أيضا أطلقنا هذه والآن بادي بعملية التوزيع للمبالغ